بعد أن استعرضنا قائمة التغيير في المركز المالي على الأساس النقدي وعلى أساس رأس المال العامل نستعرض قائمة التغيير في المركز المالي وهي آخر قائمة في التغيير على الأساس الشامل إذن في هذه الحالة نحن سنأتي على التغيرات التي حدثت في ميزانيتين 2007 و2008 بكافة بنودها بحيث نطلع بقائمة تعبر عن التغيير في المركز المالي على أساس شامل ودائما تأخذ في الاعتبار أن لا بد من إعداد تغيير عن المجالات التي تستخدمت في تلك الأموال وكذلك مصادر تلك الأموال وليس فقط الاستخدامات بل على العكس أن المبالغ التي تم استخدامها هي جاءت من مصادر وبالتالي يمكن توضيح ذلك من خلال البيانات الواردة في الميزانيتين السابقتين وكذلك ما يتم استخدامه من بيان المتعلق بالأرباح نلاحظ هنا القائمة ركزت بشكل أساسي على قانبين اللي هم المصادر والقانب الآخر اللي هي الاستخدامات نحن نعلم أن هنا قاعدة عامة أن النقص في الموجودات والزيادة في المطلوبات تمثل ما له؟ تمثل كل منهما يمثل مصادر في حين العكس تماما زيادة الموجودات وكذلك النقص في المطلوبات يمثل استخدامات نحن ليس أمامنا إلا ننظر هل حسابات المدينة حدث فيها نقص؟ كم مقدر النقص؟ نحطه ضمن المصادر الموجودات الثابتة حدث فيها نقص؟ نحطها ضمن المصادر نأتي إلى المطلوبات المطلوبات الحسابات الدائنة حدث فيها زيادة؟ توضع تلك الزيادة الأرباح المحتجزة حدث فيها زيادة؟ توضع ضمن المصادر وعليه يتم الإجمال فيطلح هنا الإجمال لثلاثمائة وثمانين ألف يقابلها ثلاثمائة وثمانين ألف في الاستخدامات ثلاثمائة وثمانين متأتية من الاستخدامات نابعة من الزيادة في النقدية الزيادة في المخزون الزيادة في الأوراق المالية والعكس تماماً فيما يتعلق بالمطلوبات نقص في أوراق الدفع نقص في مبلغ رأس المال فنلاحظ هنا من أن الإجمال النقدية والمخزون أوراق المالية أو أوراق الدفع ورأس المال هو ثلاثمائة وثمانين ألف وهو يتماثل تماماً مع مبلغ المصادر وبالتالي عند تساوي المصادر مبلغ المصادر مع مبلغ الاستخدامات يدلئ ذلك على كفاءة عملية الحل الأمثل